ما أنغزت قوات الاحتلال الأمريكي العراق عام 2003 حتى تتالت الأزمات على البلاد الواحدة تلو الأخرى نكبات متتالية وخلل بنيوي لا يصحح بمرور الأيام بعملية سياسية أسهمت أساسا في ولادة واقع مأزوم جعل العراقيين تضيق بهم أرضهم تصدرت أعداد اللاجئين العراقيين في أوروبا مكاتب طلبات اللجوء قبيل الأزمة السورية حتى وصل عدد طلبات اللجوء المقدمة الأمم المتحدة في عام واحد لمائة وتسعين ألف طلب أسباب هجرة العراقيين عديدة أبرزها تردي الوضع الأمني وغياب القانون وحالة الفوضى التي تعصف بالبلاد ما دفع أكثر من ثمانية آلاف طبيب إلى مغادرة العراق بعد اغتيال المئات منهم على مدى السنوات الماضية عبر عمليات تصفية منظمة استهدفت العقول العراقية والكوادر العلمية لإفراغ العراق من كفاءاته مؤسسة غالوب للأبحاث والاستشارات قالت إن أكثر من 42% من أصحاب الشهادات العليا في العراق يريدون الهجرة لعدة أسباب على رأسها الإنفلات الأمني وتوسع نفوذ الميليشيات والأحزاب أعداد العراقيين الضخمة في الخارج لطالما تسببت بحرج للحكومات في بغداد فدعت غير مرة إلى عودة اللاجئين بذريعة استتباب الوضع في البلاد في حين كشفت آخر إحصائية أممية أن الوضع في العراق ينحدر نحو الأسوأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة كشفع وجود ما يقارب السبعة ملايين عراقي بينهم أكثر من ثلاثة ملايين طفل ونحو ثلاثة ملايين امرأة بحاجة إلى المساعدة والحماية الإنسانية العاجلة كما أن هناك أربعة ملايين وخمسمائة ألف شخص يواجهون مخاوف تتعلق بالحماية ليزال مليونان منهم منازحون هذا بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين بحاجة إلى رعاية صحية وثلاثة ملايين طفل بحاجة إلى التعليم كما كشفت الإحصائية الأممية عن تأثر أكثر من عشرة ملايين مبنى سكني بسبب الحرب معظمها مدمر لا يمكن إصلاحه ووفقا لتقديرات سابقة فإن معدل الفقر في المناطق الأكثر تأثرا بالعمليات العسكرية تجاوز نسبة الأربعين في المئة كل هذا وغيره جعل العراق بيئة طاردة للكفاءات والكوادر وأصبح العراقيون يحتلون قوائم اللجوء هربا من الواقع الحالي في العراق اشتركوا في القناة